ادانت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي الهجوم الحوثي بطائرات مسيرة الذي استهدف موقع لقوة عسكرية بحرينية متمركزة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن وأسفر عن استشهاد ضابط وفرد وإصابة آخرين من القوات البحرينية وعبر الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي السيد حسين ابراهيم طهى عن خالص التعازي لذوي الشهدين ولحكومة وشعب البحرين وتمنيا الشفاء للمصابين وأكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية لا تنسجم مع الجهود الإيجابية المبذولة سعيا لإنهاء الأزمة في اليمن